طيب تسمح لي عشان كنت بتكلم على بداية يعني بدين الموسم بكده حالة تخبط مش لقيلها مسمة تاني فكرة انه يبقى فيه مباراة رسمية لمنتخبات افريقية يوم تمانية مطشينا مع اثيوبيا وبقيت طبعا التصفيات اكيد طبعا لعائلة الاهل الدولية حتى بما فيهم معلول وديانجل وممكين وطاو وممكين ودسلين وكريستو بتلاقيهم مسافرين وبعدين فيه مطشات اجندة دولية منتخب مصر عنده مطش مع تونس يوم 12 فالمفجأة ان اتحاد الافريقي النهاردة بيعلن انه مباراة السوبر الافريقي هتتلاح في السعودية ان شاء الله هتصطدفها مدينة الطائف على السادة الملك فهد الدولي النهاردة وخليني اقرر حضراتكم البيان الاهلي ارسل بيان بعد ضمان التأهل لكأس الامم الافريقية الاهلي يطلب من اتحاد الكرة اعفاء لعيبيه الدوليين من معسكر المنتخب للارتباط بالسوبر الافريقي ارسل النادي الاهلي خطابا اليوم لاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه انه نظرا لان المنتخب الوطني تأهل والحمد لله رسميا الى نهائيات الامم الافريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الاخيرة مع نظيره الاثيوبي يوم 8 سبتمبر كما ان المبارات التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بقال لا تشمل اختياراته لعبي النادي الاهلي خلال الفترة من 4 ل 12 سبتمبر نظرا لحاجة الفريق الشديدة الى كل عناصره وهو يخود مباراة رسمية على بطولة السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ونادي الاهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يوما في دعمه ومساندة المنتخبات وعندما تعرضت ارتباطات المنتخب الوطني فيه السابق وهو يخود نهائيات كأس الامم الافريقية بالكاميرون في فبراير عام 22 مع مشاركة فريق الاهلي في كأس العالم للاندية بالامارات في نفس التوقيت اثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب وجاء في اختام الخطاب ان النادي يتطلع الى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الاهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الافريقي الموضوع من الصعب يعني المباراة ودية المباراة رسمية هنصف من دا كتير السنين هنصف من دا كتير هنصممين كل 4 ايام مباراة بصا يا سيد احمد الراجل يعني حاسس بالخطأ دوته يمكن اعرف كل المؤتمرات الصحفية بتاعته أنا نفسي أقول للعيبتي أنا مش عارف أصحح حاجة مش عارف أعمل تصحيح أخطائي في الملعب مش عارف أتكلم مع لعيبتي أنا مجرد يوم استشفى يوم المعسكر اليوم التاني المباراة كل ثلاثة أيام النادي الأهلي اللعيبة كانت فاضل إنه بيقولك العضلات بتاعتها هي اللي تصرخ وتقول أجازة 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 هو علامة للسفام هنا كابتن عمر وطبعا إحنا طبعا أنا متوقع شخصيا يكون في استجابة من الاتحاد المصري لأنه طلب أعتقد طلب مشروع جدا ومنطق جدا وفي النهاية بيصبوا في مصلحة الكرة المصرية لكن السؤال هنا تحدي أفريقي يعني ورد جدا تحدي كرة مصري يستجيب ما أنت طبيعي أنك أنت وصلت لكن ورد جدا تونس ولا جنوب أفريقيا ولا مالي يقولك لا أنا عندي مباراة مصرية أنا محتاجه أو حتى ما عنديش مباراة مصرية بس أنا محتاجي العيب بتاعي فبالتالي هو القصة هنا عن تحدي الأفريقي أنت اللي مسؤول عن البطولات الأفريقية أو التصفيات المؤهلة الأفريقية الخاصة بالمنتخبات وعارف أنه في أجندة دولية وعارف أنه في مطشط المنتخبات ودي مباراة أو بطولة من مباراة واحدة بتقم في افتتاحية الموسم ليه بتضغط على يعني الهم من النهاية الفتاحية دي بداية فترة الإعداد يعني اللعيبة فترة الراحة بعدين حصل تلفونات من الكابتن خالي بيبو جمع اللعيبة الرجل موجود بقى اليوم بيتمرن اليوم الطويل في النادي هيتمرن بكرة وهيسافر يوم الاثنين انت راجع يوم ستة تسعة وعندك بطولة يوم خمستاشر يعني هتعدك في مصر حوالي أربع تيام أو خمس تيام وبعدين تسافر تاني كل الضغوط على اللعيبة ضغوط من شكلين اللعيبة عايزة تقول للمدير الفني أنا موجود ومدير الفني عايزة حقق البطولة رقم ستة أنها من مشهد واحد ومباراة بتتلاقي في أحد الدول العربية مع فرقة عربية اتحاد العاصمة الجزائري والنادي الأهلي المصري الراجل قالها وبيكررها أنا جعان بطولات الراجل عايز يحصد كله بس في نفس الوقت يتطمن على عيبته يعني هو بقولك انتوا ضغطين علي هو مش بيتكلم مجلس ضبط النادي الأهلي أولا ما عرف ان المباراة يوم خمستاشر طلع بيان راسل في اتحاد الكرة بيقول المباراة أسيوبيا أهيا كان حجمها احنا خلاص وصلنا الموضوع مصعب أنا كمان كأهلي يعني وارد جدا اتحاد الكرة يوافق يعني أنا متوقع بنسبة 90% انه فيش ما يمنع منتخب مصر مباراة اثيوبيا كأنها مباراة دا مباراة تحصيل حاصل ونفس الكلام في مباراة تونس مطش تونس مطش أنا مش عايزة ليه أفقد وخد بالك ان اتحاد العاصمة هنا برضو نتكلم على فكرة تكافؤ الفرص اللي مفترض ان اتحاد الأفريقي يكون حريص عليها أنا ما اعتقدش ان فيه لعيبة دولية في اتحاد العاصمة ولو كان ما اعتقدش هيكون بنفس العدد ولا بنفس التأثير تعالى لعيبة النادي الأهلي ففكرة برضو ان اكون أنا كاتحاد قاري حريص استحاد القاري يعني من أهم مسؤولياته انه يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والقصة مع الأهلي اتكررت كتير شفنا مواقف سلبية في كاس العالم للأهلي اتكلم عليها في بيانا وشفنا دور سلبي شفنا مواقف سلبي في نهائي دوري الأبطال اللي حصلت مشكلة المباراة الوحدة والمغرب وما شفناش مواقف يعني تقول إجابية